أبو سالم من الأردن بارك الله فيه يقول يقوم بعض المصلين أثناء الصلاة في المسجد وأخصص صلاة الجماعة بطقطقة أصابعهم مما يؤدي لتشتيت انتباهنا في الصلاة والتشويش على المصلين إلى آخر ما ذكر أبو سالم من الأردن بارك الله فيك أولا أخواني وأخواتي بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يجب عليه أن يقبل على هذه الصلاة والصلاة خير موضوع و يبتعد عن كل ما يشوش عليه صلاته و كذلك من صلى الجماعة ينبغي له أن يبتعد عن كل ما يشوش عليه الصلاة و صلاة الآخرين و لذلك فرقعت الأصابع أو تقطقت الأصابع أو أي اسم يعني تعارف الناس على تسميته هذا مكروه في الصلاة كراها شديدة قد نص على هذا أهل العلم و ذلك لأنه يشوش على الآخرين يشوش على الآخرين فيظهر المصلي صوتا من خلال يعني طقطقة أصابعه أو فرقعة أصابعه و يلفت انتباه الآخرين و يشوش عليهم هذه العبادة و لذلك يتركها حتى أن العلماء يقولون ما ينبغي فرقعة الأصابع حتى خارج الصلاة يقولون لأن هذا مضر و أيضا هذا يعني ما ينبغي للإنسان أنه يفعل هذا الشيء لأنه يلفت الانتباه إلا إذا كان الإنسان مريض أو يعاني إشكالات مثلا في أصابعه أو في يديه هذا أمر آخر لكن عموما الإنسان يترك هذه العادة و يكره له عليه كراها شديدة إن فعل هذا في الصلاة